رامز أبدأ معك بآخر تطورات في الجنوب اللبناني وهل تراجعت وطيرة الغارات الإسرائيلية؟ يمكن القول أن هذه الغارات التي تنفذها المقاتلات الحربية تراجعت نسبيا لكن ما تلبث هذه المقاتلات الحربية أن تغادر الأجواء اللبنانية حتى تعود منذ بعض الوقت كان هناك غارة على بلدة الطيب أيضا في قضاء النبطية تركز اليوم المقاتلات الحربية من غاراتها ومن قصفها في هذه قرى وبلدات النبطية وكذلك استهدفت مباشرة لأكثر من مرة مدينة النبطية اليوم وهي أكبر المدن السكانية في الجنوب أو أحد أكبر المدن السكانية في الجنوب إضافة إلى بلدة الطيب أيضا منذ بعض الوقت استهدفت بلدة كفرسير أيضا في هذا القضاء وأيضا في قضاء مرجعيون استهدفت أيضا بلدة دير السريان وأيضا كان هناك غارتان إسرائيليتان منذ بعض الوقت على بلدة كفركلة الحدودية فضلا عن استهداف أحدى البلدات على الحافة الأممية أيضا في القطاع الأوسط في مركبة منذ بعض الوقت أذكر أن هذه الغارات طاولت مختلف قرى وبلدات الجنوب اليوم وأسفرت عن عدد من الشهداء والجرحة أيضا كان هناك مجزرة في بلدة شبعة لأول مرة تستهدف بلدة شبعة بهذا الشكل العنيف وتؤدي إلى وقوع هذه الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في عائلة بأكملها نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية إضافة إلى ذلك كان هناك أعلن حزب الله منذ بعض الوقت أنه أيضا قصف موقع بياض بليدة إضافة إلى رشقتين صاروخيتين أعلن في وقت سابق في بيانين منفصلين أنه استهدف مدينة طبرية إضافة إلى ذلك هناك استمرار لترقب على هذه الحدود وتخوف من استمرار هذه العمليات في ظل التهديدات الإسرائيلية باستمرار هذه الغارات الجوية هذا يدفع أيضا بعدد كبير من أهالي الجنوب إلى النزوح سواء إلى العاصمة بيروت أو إلى مناطق أكثر أمنا في القرى الجنوبية لسيما باتجاه مثلا مدينة صيدة لكن حتى بجوار مدينة صيدة هناك استهداف لبلدة الغزية اليوم وبالأمس كان هناك أكثر من سبع غارات جنوب هذه المدينة مدينة صيدة في بلدة الغزية والتي لا تبعد عنها سوى كيلومترات قليلة كذلك اليوم في الساعتين الماضيتين استهدفت بلدة عنقون في هذا القضاء وهي تبعد قرابة عشرة كيلومترات عن مدينة صيدة جرى الاستهداف لمبنى سكني بشكل مباشر أذكر أيضا أن هذه الاستهدافات حصلت في بلدة زبدين أيضا في ساعات ما بعد الظهر بشكل مباشر لمبنى سكني وهذه البلدة أيضا تقع في مدينة النبطية أيضا هذه المقاتلات الحربية ركزت في غاراتها اليوم على قرى قضاء صور أيضا جنوب مدينة صور في الحوش وأيضا كان هناك غارة على أقصى القطاع الغربي في بلدة النقورة وهي أحدى القرى في الحافة الأممية وكان نزح معظم أهلها منها منذ بدء هذه المواجهات أو هذا التصعيد في جنوب لبنان أشير فقط في نقطة أخيرة نعم تفضل صحيح حركة النزوح هذه مستمرة باتجاه المناطق أكثر أمنا أشير بعجالة فقط إلى أن أيضا يعول اللبنانيون هنا والجنوبيون على نجاح ربما المساعي الدبلوماسية المستمرة في نيويورك من قبل رئيس الحكومة اللبناني وهذه الاتصالات الدبلوماسية مع لبنان نعم رامز في رسالة سابقة لك ذكرت بأن هناك مناشدات من قبل أهالك فرشوبة من أجل فتح الطريق هل فتحت الطريق؟ هل يتمكن الآن المواطنون من التوجه إلى مناطق أكثر أمنا سواء في صيدة أو حتى التوجه إلى بيروت؟ صحيح بعد أن جهد عناصر الدفاع المدني بفتح هذه الطريق تمكنوا من فتح طريق كفرشوبة بعد هذه الغارة الإسرائيلية التي حصلت مباشرة على هذا الطريق بهدف قطعه واضح أن هذا الاستداف كان لقطع هذا الطريق وبالتالي الآن قرى العرقوب أيضا من المتوقع أن تشهد موجة نزوح جديدة وكان هناك بعض القرى التي أخليت في أوقات سابقة لسيما بعض القرى التي كانت تتعرض لقصف عنيف كالكفر حمام والهبري فيما قرى أيضا كرشية الفخار نزح معظم أهلها فيما هناك البعض الآخر كان لا يزال في منازله في هذه البلدة اليوم أيضا بعد هذه الغارة على بلدة شبعة يعني هناك تخوف كبير ومتوقع أيضا أن ينزح عدد أكبر من الأهالي من هذه البلدة مخافة أن المقاتلات الحربية لا تميز بين مدني أو غير مدني يعينا مباشرة هذا المنزل وهذا الحي الذي جرى استهدافه في شبعة كانت أهداف مدنية إطلاق هذه الصواريخ بشكل مباشر على عائلة تضم أربعة أطفال هذا هو الاستهداف بشكل مباشر لهذه الأبنية السكنية ولهذه المنازل هذا بالتالي يرخي بظلاله على هذه البلدات وأيضا يثير الخوف والقلق في صفوف